الفنان الرائعة سيمون قصة حياتها ومشورها الفني نبدأ أولاً بمشورها الفني مصور ثم ننتقل إلى قصة حياتها وبدايتها الفنية فيلم يوم مر يوم حلو سنة 1988 مسلسل أبيض وسود سنة 1989 مسلسل مذكرات زوج 1990 فيلم آيس كريم في جليم نعم 92 مسلسل عصر الفرسان سنة 92 فيلم الهجامة 92 مسلسل أبو العلا 90 سنة 96 مسلسل زيزينيا سنة 97 مسلسل حلم الجنوبي 97 مسلسل عائلة شمس 99 مسرحية كارمن سنة 99 مسرحية ليابة الست سنة 2000 مسرحية سكة السلامة سنة 2000 مسلسل فارس بلا جواد سنة 2002 مسلسل حدث في الهرم سنة 2004 مسلسل قيود من نار سنة 2007 فيلم فزاعة سنة 2015 مسلسل بين السرايات 2015 مسلسل جراب حواء 2016 مسلسل كابلية الأحمر جزء الثاني 2017 الفيلم القصير بين صيفه شتاء 2018 مسلسل أبو الروحي جزء الثاني 2018 مسلسل قيود عائلية 2019 الحنانة مصرية سيمون واسمها بالكامل هو سيمون فيليب بشاي وهي تحمل الديانة المسيحية ولدت في الرابع عشر من شهر يونيو عام 1966 وهي تبلغ من العمر الآن 57 عام برجها الفلكي هو برج الجوزاء وهي من موليد حي شبرة في القاهرة درست الأدب الفرنسي في جامعة إنشامس كما درست في الجامعة الأمريكية بدأت مسيرتها الغنائية عندما شاركت في مهرجان الصداقة المصرية اليونانية وقدمت أغنية باللغة اليونانية ثم شاركت في مجال التمثيل وقدمت عدة أعمال فنية متنوعة من أشارة مسلسل زيزينيا وفيلم آيس كريم في جليم وفي المصرح تقلقت في مصرحية كارمن في عام 2009 تزوجت سيمون من خبير القانون الدولي محمد رؤوف غنيم الفنانة سيمون الممثلة والمطربة المصرية والتي تحمل الديانة المسيحية تزوجت من خبير القانون الدولي محمد رؤوف غنيم واللي بيحمل الديانة الإسلامية وذلك منذ عام 2009 ولكنها لم تظهر معه إلا نادرا وكان أول ظهور لهم منذ ثلاث سنوات وذلك من خلال حفل زفاف الإعلامية جيام منصور واللي حضروا مجموعة من الفنانين والفنانات التقطت بعض الصور التي تجمع سيمون مع زوجها برغم أنها ذكرت من قبل أنها لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية كما أن علاقتها مع زوجها جيدة جيدة جدا وأنه متفاهم لطبيعة عملها ودائم التشجيع لها كذلك نشرت الفنانة سيمون صورا لها مع زوجها أبرح سبع الشخصي احتفالا بعيد زوجهم الفنانة مهوبة سيمون والتي استطعت أن تتنوع في الفنون التي تقدمها فقدمت الغناء والتمثيل التلفزيوني والسينمائي وبارعت على خشبة المصرح قدمت العديد من الأعمال الفنية والأغاني الجميلة كانت بداية مسيرتها الفنية في الغناء عندما قدمت أول غنية لها باللغة اليونانية في مهرجان الصداقة المصرية ثم شركت في أول فيلم سينمائي لها في عام 88 بأنوان يوم حلو ويوم مر ومع بداية فترة التسعينات كان انطلاق للفنانة سيمون في عالم الغناء والتمثيل فقدمت أغنيتها الشعيرة مش نظرة وابتسامة وأغنيت بتكلم جد مع الفنان حميد الشاعري تولت أعمالها الفنية فقدمت دور البطولة أمام النجمة عمر دياب في فيلم آيس كريم في جليم ثم شركت في عدة مسرحيات مع النجمة محمد صبحي وتقلقت في دور كارمن مسرحية لعبة الست وغيرها كذلك كان لها حصيل لتأعمال متنوعة في الدراما المصرية ولعل من أبرزها دور صباح واللي قدته ببراعة في مسلسل بين الصرايات ثم اختتمت آخر أعمالها بدورها المتميز في مسلسل قيد عائلي واللي تم عرضه في 2019 مع الفنان القدير عزة العليلي والفنان القدير صلاح عبد الله والنجمة بوسي والنجمة مربة أمين وغيرهم تحدثت الفنانة سيمون في حديث لها إنها دخلت مجال الفن عن طريق الصدفة وإن الفنان متحط صالح كان سبب كبير في دخولها وروت هذه القصة قالت أن الفنان متحط صالح كان ينظم لحفل غنائي كبير في الجامعة وهي كانت واحدة من المنظمين للحفلة ولكن تأخر الفنان متحط صالح عن موعد الحفل والناس بدأت تزاعة فأصحابي خلوني أطلع أغاني لغاية ما ييجي والناس اتبسطت جداً ومن هنا بدأت رحلتي وانتكت أول ألبوم كذلك تنقلت بعض الأخبار أن الفنانة سيمون هي شقيقة الفنانة النشكة ولكنها مجرد شائعة ليس لها أي أساس من الصحة تحدثت الفنانة سيمون خلال استضافتها عن دور صباح اللي قدمته في مسلسل بين الصرايات واللي تم عرضه في 2015 كما صرحت أن المخرج سامح عبد العزيز هو من أصر على تقدمها في هذا الدور وراهن عليها بأنها سوف تنجح كذلك أشرت إلى أنها كانت مستمتعة جداً وهي تمثل في هذا المسلسل خاصة في ظل تواجد عدد كبير من النجوم وأوضحت أيضاً أن الناس في الشوارع ما زالت تتذكرها في هذا الدور وتشير إليها وتقول صباح مما يعني نجاح الدور وشارك في بطولة المسلسل الفنان سيد رجب والفنان باسم صمرة الفنان روجينا الفنان أيتن عامر وغيرهم تحدثت الفنان سيمون عن الفترة التي غابت فيها عن الساحة الفنية فقالت أنها لم تختفي بل أنها اعتادت على تقديم الأدوار التي تقتنع بها ومن المعروف أن الفنان سيمون خلال هذه الفترة والتي غابت فيها عن الساحة الفنية كان لها نشاط ملحوظ في الأنشطة الخيرية سواء في علاج مرضى السرطان أو مساعدة المكفوفين أو كبار السن أو مرضى الإيدز كما أنها أحيط حفل غنائي خيري للمؤسسة الوردية لمكافحة سرطان السادي وشاركت في افتتاح أول بنك لبحوث الخلايا الجزعية في مستشفى الأطفال الجامعي في المنصورة بالإضافة لدعم مؤسسة نعم لإنقاذ الإنسان كذلك فقد عادت سيمون بقوة وقدمت عدة أعمال فنية ناجحة تألقت سيمون في أعمالها الفنية فقدمت أدوار عديدة في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات أيضا وسوف نذكر بعضا منها في المسلسلات شاركت الفنان سيمون في مسلسل أبيض وسود عام 89 ومسلسل عصر الفرسان عام 93 ومسلسل أبو العيلة 90 سنة 96 ومسلسل زيزانيا عام 97 مسلسل عائلة شامس في 99 ومسلسل فارس بلاجواد في 2002 ومسلسل قيود من نار عام 2007 وزيل ورد عام 2012 وبين السرايات في 2015 وجراب حواء في 2016 الكابلية الأحمر عام 2017 الأب الروحي في 2018 قيد عائلي في 2019 وفي الأفلام شاركت في فيلم يوم حلو يوم مر عام 88 وفيلم حالة اشتباه عام 92 أيس كريم في جليم عام 92 فيلم الهجامع عام 92 وفيلم أسماء عام 2011 حمام سخن في 2018 وفي المسرحيات شاركت سيمون في مسرحية كارمن عام 99 ومسرحية لعبة الست عام 2000 وسكة السلامة سنة 2000 من أشهر أغاني سيمون مش نظرة وابتسامة وبتكلم جد أنا اللي نديتك ماشي وسعتي مش مظبوطة في حاجة كده وأصهر بقى لوحدك أحب أقولك كان في زمان بنوتة نتمنى المزيد من التقلق والتميزة الفني لفنانة سيمون ترجمة نانسي قنع